كانت تبعت قصة نجاحة بديت بيها اللي هي الغرم يعني وقت استغلت من العراف وكذا حطيت في قلبي مش تعمل مشروعي دونك اللي مش تعمل مشروع لازمه مغروم مئة بالمئة قطعين معلوم الفلاحة باهية والصابة سمحة اما مش تاخه الله انت تتوى تحكي على شخصية باعث المشروع يعطيك الصحة اللي هي اهم اهم حاجة عندها مواصفة باعث مشروع في لاحي مواصفة باعث مشروع في لاحي في برش حواج اللي هي الغرم سيرتان تكنيك لازم نقولوا احنا مجيش ما يعرف حد شين في القطاع الفلاحي ويمش يعمل البرجيم تاوي مش تعرض برشة مشاكل وميقرش يختار الزون والتربة وشنين النوعية تلغي راسة وكيفاش بيعمل توجو على اقل مواندريس يكون عمل تكوين في لاحي ولا عنده فكرة فلاحية ولا عمل دراسة متاع الكيوة ميعرش يجيب انكسبير معا واضبر كلا المواندسين والتقنين متاع الفلاحة عندنا بزيد لكن سيانيس انها بنسألك خلينا تفعل معك فضل فضل هل انه التكوين في مدة زمانية قصيرة يخليك تطلع على مجال مجال فلاحي وخاصة المجال فلاحي وشساعته وكبره اهم سؤالة بالنسبة لينا النجاح في المشروع الفلاحي صدقني التكوين والاقوة الفلوس اللي عنده تخل المشروع ب 3-2 مليون صدقني من كل مواندسين ومنجحش واللي تخلل انك كبير مواندس زادا ما ينجحش نجاح في الفلاحة ونعطيك واحد معتقار دومان جملة كونتابيليتي وعمل مشروع ونجح اول حاجة هي الغرام تحبك الحاجة هادا كونتابيليتي كل نهار يش بد كتاب يقرأ اصحاب الكل في الدومان الفلاحة يقعد يتفرج توقيم هكا برنامج كيم هكا يقعد يتبعوا وكل شين مش يخو برشة افكر ومنها يبدأ يعمل ريشيرش احكا عالماء احكا عالبير هو يخو منها جسد التيتر ويبدأ يسأل واللي يسأل ميذيعش مش كل شين اقرأي ومش كل شين اه